بسم الله الرحمن الرحيم لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هودا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا معروح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاه ما بعثنا عليكم عبادا لنا ببأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوق وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكبر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة لترتبوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحسام وكل شيء فاصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائرا في عمقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تسر واجرته مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك خرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القر فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر